كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتعمق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط لمتابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية تمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تدعيات الأوضاع العالمية وقد استعرضت الدكتورة هالا السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتباطؤ معدل النمو العالمية وانعكاسات تلك التدعيات على النشاط الاقتصادي الوطني وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية خاصة ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في ضوء النقص المعروض العالمي منهما إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية وقد أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إجماليا بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5% وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ أشارت السيدة وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة كما عرضت السيدة وزيرة التخطيط أيضا أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصة مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهايدروجين الأخضر وذلك بالتنصيق مع الجهات الحكومية المعنية كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ أشرت الدكتورة هالا السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص كما اطلع السيد الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تدعيات التغيرات المناخية بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة وفقا لمعايير التنمية المستدامة وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتي ستتم تحت رعاية السيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر